طيب عندنا جماعة لقاء مهم جدا هذا اللقاء سيوزاع كاملا غدا على هذه الشاشة شاشة حضراتكم شاشة قناة الشرق من الساعة خمسة للساعة ستة بتوقيت القاهرة بتوقيت مصر خمسة لستة بتوقيت مصر لقاء مهم جدا وتصريحات غاية في الاهمية مع الناشر والسياسي الاستاذ هشام آسم هيحكي لنا في هذا اللقاء على مدار ساعة عن فترة السجن الوضع في مصر الوضع في فلسطين لقاء مهم جدا بجورج بوش الابن ماذا قال هشام آسم لجورج بوش كيف رد عليه حوار مهم جدا اشياء كثيرة جدا ومعلومات غاية في الاهمية وتصريحات تخرج لاول مرة بعد خروج الاستاذ هشام آسم ولكن خلينا النهاردة انا وساميحا نحاول نستعرض مع حضراتكم اجزاء من هذا اللقاء المطول وسيورد اللقاء كاملا باذن الله غدا الجمعة من خمسة لفتة بتوقيت مصر على شاشة الشر ولكن خلوني ابدأ مع حضراتكم ماذا قال هشام آسم وهو يتحدث عن الايام الاولى في محبسه نتابع وصولا لتفاصيل زي ان انا كان بقى لي ثلاث ايام محجوز في اسم السيدة زينب في الحجز اللي هو اقزر مكان قعدت فيه في حياتي كنت محتاجة استحمى فكنت يعني ايه بحاول اركز في انه ده حيتم ازاي ما قدرتش اجيب هدومي وحكتي بقيت عايز التفاصيل بتاعت يعني فانيلا جديدة او نضيفة فوتة حاجات كده فكانت مجموعة من الحاجات الشغلانية يعني يعني الزنزانة اللي كانت في اسم السيدة هي اللي كانت قاسية عليك اه يعني انا قلت للمأمور انا في حشرات شفتها هنا ما شفتهاش غير في افلام اللي هي ما قبل الميلاد وبتاعت الديناصورات حشرات ما شفتهاش في حياتي قبل كده ايه يعني ملأ لأ سراصير وحاجات منظرها غريبة يعني مش زي السراصير العادية بتاعتنا اللي بتشوفها في كل حتة لأ ايه ده ايه الحشرات دي قال لك حشرات غريبة ما شفهاش في حتة قبل كده تقريبا ام عبدالله مزارع هناك متربية هناك بس متحبست في الاسم الده يومين على فكرة فعلا اسم صعب انا كان معايا الحج عادل انا اصلا من السيدة فالحج عادل وفر لكل سبل الراحة بس يا وستاذ يشان ما كانش معا حج عادل وانا مش بمصر الموضوع صعب طبعا فطيب نشوف الفيديو اللي بعد كده عن انه يشان بيتكلم في الحقيقة الاسباب اللي التباين ما بين اللي حصل المكتب الزباط والتخشيبة وقد ايه الوضع قد ايه مهين للانسانية يعني انتهى بقى بدأ يحصل التحول في الموقف اللي هو انتهى تاني يوم بمواجهتي بواقعة لم تحدث اللي هي شتيمة الزباط خلنا باول يوم ده انت نمت نمت تقريبا لا يعني انتهى غفيل كده ما اكلتش لان الحمامات كانت ما كانش عندي استعداد استخدم الحمامات تيه حالتها يعني جؤس او قذر للغاية واكتر حاجة دايقتني بعد كده التباين ما بين مكاتب الزباط والتخشيبة يعني طب انت صارف هنا وتكييفات واضاءة وعفش ومكاتب وكده وبعدين سايب التخشيبة بالمنظر ده يعني لو الاسم كله وضعه سايق كده مفهوم انما انك تبقى حاشر الناس دي وبعدين مدي الزباط مكاتب جزء منها الفخفخة او المساحة الضخمة والسالونات وكده طب ما تخصص جزء من ده عشان توسع التخشيبة بدل الوضع اللي حاصل في الطريقة اللي الناس بيناموا فيها واحدة اسمها التوك توك دي الزحمة خالص يعني بيناموا كده بيسندوا على بعض بيبقى قاعد في الوضع ده كده والتانية اللي هي المراية دي بقى اللي مرايحين او اللي معهم فلوس انه بينام على سيفه وفي برضه مساحة محدودة كده ويواجهوا بعض فطب نتوسع مساحة اكبر للمحتجزين لان في ناس منهم بيفرج عنهم تانيهم وبتتحفظ القضية فانك تدخله في تجربة زي ده ده في حد ذاته شيء سايق وحتى لو هو مزنب وحياخد تقبيده بعد كده يعني مفيش داعي لهذه المعاملة المهينة والحطة من الكرامة الانسانية طيب هو الراجل بيبدأ يشرح هتسمعوا جماعة اللقاء طويل وهتسمعوا كله كامل بإذن الله بكرة زي مولة لحضراتكم بس احنا بنحاول نحط مع حضراتكم كده مكتطفات من هذا اللقاء واهم ما جاء في هذا اللقاء كعنوين مهمة هتسمعوا باستفادة حاجات كتير جدا الناس كتير جدا كان بتسأل تقول هو ليه استاذ يشام قاسم قالوا له اخرج ويدفع كفالة فمرضاش يدفع الكفالة ده احنا فيه ناس بتتمنى بس يتقال لها يالله كفالة هوب بيقول لك هتيجي بفلوس يا عم ادفع واطلع هو حسبها ازاي ليه مرضاش يدفع الكفالة خلوه نسمع الإجابة منا الحمام ولا الأكل ما فكرتش ان انت تتراجع عن موقفك؟ لا كانش عندي استعداد ان ادفع الكفالة باي حال من الأحوال واحد لان التكرر امر ان ناس تسدد كفالة او يجي افراج ويجي في قضية تانية كويس اتنين ان انا في المهاية راجل تاريخي المهني الانزباط فيما يخص المعلومات وصدق المعلومات ودي اي حاجة انا ارتبطت بيها مهنيا كانت كده او اي حد في المجال الاعلامي عارف صدقي حتى لما بطلع في برامج كضيف يعني بحاول ان انا نكون دقيق على قد ما اقدر فما كنتش شايف في اي سبب ان انا اسدد كفالة ده غير اعتراضي اساسا لان انا النيابة استدعتني لسمع اقوالي مش كمتهم ففي جزء وانا بتناقش مع الوكيل النيابة او بيسألني قلت له معلش هو في حاجة كده انا مش فاهمها وانا اي صفتي هنا قال لي متهم قلت له ازاي انا وطلعت له الاستدعاء لسمع اقوالي ازاي بقيت متهم ده شكوى مقدمة في من شخص والنيابة بتحقق فيها افهم ان بعد انتهاء تحقيق النيابة وكيل النيابة هو اللي وجه لي اتهام بس هنا ده انا اصبحت متهم بناء على شكوى فده فحد ذاته كان خطأ اجرائي طلبت تصحيحه وقلت له افرج عني اوقف التحقيق وعمل لي زبط واحضاره ولو بس عشان ابقى جيت بزبط واحضاره مش باستدعاء وبعدين يتقال لي معلش ده خطأ خطأ ايه دي نيابة دي حريات ناس بقضي قد ده مسألة لا تتحمل الخطأ يعني ده خطأ جاسين فهمتوا بقى ليه شام قاسم رفض وندفع الكفالة لانه راجل نزيه جدا مع نفسه وصدق جدا مع حضراتكم ومع نفسه قبل حضراتكم لكن هي شام وهو في الحقيقه يعني تعالوا شو الفيديو اللي جاي كمان لانه في تفصيله تاني مهم لحد النهارده ما تحققش مع كامال ابو عيطه انا اتحبست وطلعت وهو ما فيش اي حاجه وبعدين تاني يوم لما وجهت ان انا شتامت الزباط قلت للوكيل النيابة حاكتين قلت له اول طلب التحفظ على زاكرة الكاميرات نشوف اذا كان فيه واقعة انا شتامت فيها حد او وقفت ودخلت في اي اشتباك واتنين قلت له ايا كان انا فيه خصومة دلوقتي بيني وبين اسم السيدة زينة بسواء ان شتامتهم او هما بيدعوا علي فاحجزني في مكان تاني فقال لي حاضر اتحجزت في نيابة زينهم عشر دقايق في زنزانة كده منفردة وبعدها بشوية اتخذت تقريبا بالقوة الجابريه يعني انا مرضتش اقاوم وما كنتش عارف ايه اللي حصل اعادتي لاسم السيدة زينب انما جات قوة من الشرطة وخدتني الاسم السيدة زينب لدرجة لما دخلت الزنزانة الناس اللي كانوا معايا بيقوليه حضرتك مبسوط ايه قوي كده لما شفتنا انا لان انا مكنتش عارف انا رايح فين دي لحظات يعني لو فيه لحظات خوف في الست وشهر دول كلهم فكانت المص ساعة دي التعليد لحظة طيب زي ما قلت لحضراتكم كلام مهم جدا واجابة على اسئلة كتير جدا كانت بتتسئل الفترة اللي فاتت استاذ الشام قاسم لم يتحدث تقريبا بشكل علني وفي الاعلام الا في هذا اللقاء وكان كان فيه بقى لقاء قدين جدا في 2007 كان هذا اللقاء ما بين الاستاذ الشام قاسم وما بين جورج بوش الابن كان في الوقت ده استاذ الشام قاسم بيحاول يدافع عن الصحفيين ولكن المزيع سأله سؤال وفكر ان هو مثلا ممكن الراجل يعني يقول حاجة بتاع فقاله عادي يعني اين مشكلة يعني ولكن انا مش هرد لكن نسمع اعجابة الاستاذ الشام قاسم على السؤال ده تحديدا ولقاءه بجورج بوش الابن ماذا قال نتابع ماشي هو حضرك بتقول انه فيه علامات استفهام كتيره وليه الاستماعه هو شيء يعني مؤسف ان من 2007 فات كده كان 17 سنة تقريبا ان لازال فيه سؤال ليه ليه ببساطة لان انا حصلت على جايزة حصل عليها ثلاث رؤساء جمهورية في الخدمة اتنين منهم راحوا استلموها بنفسهم زي ما حصل معي كويس كان عن عملي في الدفاع عن حرية الصحافة سواء مهنيا يعني ما قمت بتأسيسه او في الدفاع عن صحفيين في مصر وفي الخارج كويس حضرك بتقول ان انا مؤمن بان امريكا نصير الليبرالية منين جبت الكلام ده يعني لما بنتكلم على امريكا ليه بنتكلم عليها ككتلة واحدة امريكا فيها ناس نصيرة الليبرالية كويس كويس لكن مش بالضرورة ده بينطبق على الحكومات والناس دي هي اللي بتضغط على حكومتهم سواء في حرب فيتنام ونجحوا في انهم يوقفوا الحرب او فيما يخص دور امريكا في دعم انظمة المستبدة لا اسباب استراتيجية اسباب عسكرية فان احنا نقول ان انا مؤمن بان امريكا نصير الليبرالية يعني ده خطأ مش بس في المعلومة وفي الفهمة بتاع السياسة الدولية الجايزة دي زي ما قلت انا حصلت عليها انا وثلاث اشخاص تانين فردين ومنظمة في الفنزولا فاحنا الاربعة رحنا ومش رحنا بشكل شخصي لا ده كان لقاء فروتوكولي وقلت الكلام ده وقتها لان رئيس الجمهورية الامريكي بيستقبل الحاصلين على الجايزة دي سواء كان فرد او اربعة زي في وقت سنة منها اخدتها في المكتب البيضاوي في مكتبه هو شخصيا كويس وده يعني شيء لا ماذا هشام تحدث عن زنزانته في السجن وقال بكل صراحة كيف كانت هذه الزنزانة ومن كانوا زملائه في الزنزانة تعالوا نشوف قال ايه الحبسة مريحة زي ما بيقال يعني اه بالتأكيد اتحطيت في سجن نظيف زنزانة نظيفة الاثنين الزملاء في الزنزانة قالوا لي بعد كده انه هم جايين اتقال لهم انتوا هتتحبسوا مع واحد صحفي كبير رغم ان انا نشر مش صحفي بس ده كان التوصيف فخلي بالكوا في التعامل معاه وكده مش عايزين باي حال من الاحوال انه يبقى فيه اي مدايقات او كده يعني انتوا ضيوف عنده في الزنزانة تقريبا كده الزباط كانوا مهزبين للغاية مرة من المرات لقيت واحد من المخبرين وهو مرجعني الزنزانة كنت في العيادة او في الكانتين مش فاكر فلازم انا ما بتحركش غيره معايا حد بي مرافق من الامنة فكان بيجتمل او بيعانف يعني المساجينة او النزلة فاشتكت بطبيعة الحال اي حد زي حالتي بيدخل زنزانة بيبقى فيه مرشدين عليه هو كان مرشد بس انا مكانش عندي مشكلة في ديه وبعد كده قلت لهم يعني ايه اللي هيحصل لانه هيقول الخطه بتاعتي لحفر نفق معلوب المحرف فر نفق واهرب هيعدوا ستة شهر يعني نفق عايز سنتين ثلاثة انا كده كده هما ستة شهر هما ودوني احد افضل السجون اللي موجودة دلوقتي والمعاملة بتاعت النزلة والسجنة ما كانتش تفرق سواء على الاقل يعني بعد دخولي ما عرفش ايه اللي حصل دلوقتي انما ما كانش فيه شكوى من النزلة من دارة السجنة وقت ما انا دخلت طيب هو يا جماعة اي غرفة بيتحط فيها مسجون سياسي او معتقل سياسي زي ما الغرفة دي مكونة من اربع جدران وباب وارض وسقف لازي بفيها مرشد يعني وحسب العدد بقى انت عندك كم واحد جوه فنحط لهم كم مرشد فده من ضمن يعني ايه مكونات اه الزنازين في مصر الاسف خلينا كمان نتكلم او نسمع استاذ الشام قاسم هو بيتكلم عن الطائر الحر يمكن الطائر الحر كان بيبدأ وبينشأ وهو حضر الجلسات التحضرية لهذا الطيار ثم بعد ذلك تم اعتقال الاستاذ الشام قاسم سمعنا الاستاذ محمد انور السادات في تصريحات كتير جدا قال احنا منتظرين عودة الاستاذ الشام قاسم منتظرين نتكلم معه في حاجات فيما يخص الطيار الحر ومنتظرين ايضا رأيه في هذا الموضوع تكلم استاذ الشام قاسم عن الطيار الحر وقال ان هو تعثر بعد حبسه وان التصور الليبرالي ما عندوش فيه مشكلة من الاساس فيما يخص الطيار الحر نسمع ونشوف وحصل مؤتمر صحفي اعلنوا فيه تجميد نشاط الطيار الى ان اخرجوا بعيني ايبطوا فيه كان فيه بعض المشاكل وده جزء من اللي خلاني افكر في فكرة ان انا ااسس حزب كويس لانه التصور عن الليبرالية كان فيه تبيونات ما بين الاربع حزاب اللي كانت مشاركة كويس انما ما كانش فيه تعثر فيه ان طبيعي الممارسة بتطلع حاجات مش ظهره في النظرية زي ما حصل لما جينا لتأسيس الطيار ومشان اللي اسسته انا كنت احد المؤسسين فيه مجموعة كان شغلهم اقرب لشغل السكرتاريا عملوا مشاكل كويس وقالوا احنا مؤسسين وبتاعه لا انا هو مش مؤسسين وانا اصريت على ان ما يبقاش فيه مناصب قيادية لهم في فترة التأسيس اللي هي بتبقى بالاتفاق اكتر ما هي بالانتخاب حتى يكون هناك جمعية عمومية لهذا الكيان فخرجوا يقولوا ده ضدنا ومش عارب ايه وان فيه مشاكل في التصور لا التصور ما كانش فيه مشاكل الناس اللي شايفه ان الطيار الليبرالي يجب ان يكون فيه مسحه اشتراكية او فكر اشتراكي مش فهم الليبرالية يعني بتونعت من اليسار بينها الليبرالية المتوحشة وكده لا ده يعني دلوقتي ده النظام الاكثر وجودا في النظام سياسي في الدول اللي فيها نمو وتقدم حقيقي لما انا طيب يا جماعة يشرفني انا اقول لكم انه الفيديو اللي انتو بتشوفوه ده تحزف بس انا اذا اقول يعني احنا شرح لحضراتكم طريقة العمل بتاعتنا ان احنا لما بنلاقي حاجة بنشيلها وبعدين بنبتدي نقراها او نشوفها او كده فيا جماعة حسف الفيديو من الموقع ملوش اي قيمة لان احنا معنا نسخة بنزيع منه فقرات وهنزيع الفيديو كامل بكرة الساعة خمسة قبل برنامج عين على العالم اللي انا بقدمه واللي هيبقى بعديه برنامج الشارع المصري فازا كنتو عايزين تشوفوا نسخة كاملة من هذا اللقاء هيوز زيعب غدا على قناة الشرق وعلى الشرق فقط غدا الساعة الخمسة مساء بتوقيت القاهرة فشاهدوا الفيديو المحزوف تعالوا نشوف الجزء اللي جاي من هذا الفيديو من حنفية كمان شوية كويس وبعدين ابتدى كده وبشكل يعني شبه مفاجئ او من منعي من اي ظهور في الفضائيات المصري كويس فلما ظهرت اكتر من مره بقى فقنوات من اللي هي بتبث من الخارج كان ردي ببساطة كده انما اساسا مش مفروض يكون في قنوات في الخارج والناس دي كان مفروض تبقى بتشتغل من مصر وانا استمر في الظهور في الاعلام بتاع البلد لحد ما الاعلام يبقى شاف ان انا ما عنديش حاجة اقولها انما ان يحصل اجهزة الامن تسيطر على الاعلام تماما وانا راجل يعني كنت العضو المنتلب المؤسس للمصري اليوم فالقل الجريدة دي انا عارف التفاصيل اللي حصل فيها واسكتها بالطريقة دي بس فانا اعلنت كده انا مستمر في الطلوع في القنوات دي الى ان يسمح القنوات دي بانها تشتغل من مصر انا عايز اشكر هشام جدا جدا على هذا الموقف فانا عايز بس اقول حاجتين طبعا انا سعيد ان انا شرفت يعني ان اول حوار عمله هشام مع تلفزيونيات المعارضة كان معايا وفي برنامج الحكاية معاليش او حميد اه ليه؟ بقى يعني حركة كده اللي هو استعراضه ماشي يالله خشة ماشي اه لأ من خلاص استعراضت خلاص يعني بتاخد راحتك الحاجة التانية الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها هو هو ده هشام اسم يا جماعة هشام لا يمثل ولا يكذب يعني هي الشخصية اللي انت شايفها دي هي نفس الشخصية اللي هتلاقيه وقف قدام نتاع الجرايد في وسط البلد بيشتري منه الجرايد او بياخد منه الجرايد هي نفس الشخصية اللي هتلاقيها في النادي السويسري في جاردن سيتي هي نفس الشخصية اللي انت هتلاقيها عامده في البيت هي نفس الشخصية اللي بتكلم هو لا يكذب ولا يخاف هو تربى كده ده راجل ابوه قاضي كبير كان نائبا أساسيا في وزارة العدل ابن يعني البحيرة أبن عن جد من أسرة تعاشت وترعرعت في الأسكندرية لبرالي حقيقي رئيس لمنظمة المصري الحقوق الإنسان لفترة زمنية اتعدت لعشرين سنة كاتب في صحف كتير واحد من أوائل من نشروا مجلات باللغة الإنجليزية في القاهرة في عصر مبارك تنتقد النظام والحكم وتتحدث على الأوضاع السياسية والاقتصادية برسالة سياسية واضحة ثم بعد ذلك أول نشر لجريت المصري اليوم لما كانت المصري اليوم هي في الحقيقة عنوان من عنوين الحقيقة في بمريد مصري العربية في الفترة منذ انشأها وتولي الأستاذ أنور الهواري رئاسة تحريرها ثم بعد ذلك الأستاذ مجدي مهنة رئاسة تحريرها ثم بعد ذلك الأستاذ مجدي الجلاد رئاسة تحريرها كان هشام آسم هو الشخص الخفي الذي يفصل ما بين الأخبار والإعلانات ما بين الخطوط السياسية المتفرقة كان هذا هو العقل اللي بيخلي الحقيقة تطلع قدامك على صفحة أو على صفحات المصر اليوم عشان كده بتحبس تعالوا آه وعشان كده هو اللي بيقول ومقتنع به فيما يخص القنوات اللي في الخارج وأنا رأيه أنه كلامه صحيح بس إذا كنا احنا بنجرب مع بعض فالموقع حزف الفيديو بتاع اللقاء بتاع عشام آسم فما بالكم بقى لو كنا احنا موجودين في مصر كنا هيبقى وضعينا ايه وإحنا بنقول رسالة إعلامية لوجه الله والوطن وهدفنا الرئيسي هو الحقيقة والحق على فكر في ثلاث سنين اشتغلتها في هذه القناة حتى الآن الدولة دي لم تواجهنا الحج بالحج عمرنا ما قلنا كلام لأنا ولا زملائي وردوا علينا بأنه لأ تعالوا معلماتكم غلط فيه واحد اكتنين ثلاثة اربعة الكلام ده مش دقيق وعايزة زايد بقى شوية وأقول إنه لو كان عقد راس الحكمة ما فيهوش ما يسيء للسيادة المصرية وللأفكار الطبيعية للوطنية المصرية اللي اتعلمناها منذ الوطنية المصرية ما كانش يا جماعة كان العقد ظهر وتنشر تفاصيله وتحكت حكايته أمام الناس طيب إحنا عايزين يا أحمد نرجع تاني لهشام آسم وهو لو هشام آسم بيقول أنا مستمر في الظهور على الإعلام المصري اللي بشكره على التسمية كمان واختروا التسمية رائعة وحققية الإعلام المصري اللي هو بيبس من خارج ومش من المفروض أنه يكون بيبس من خارج المفروض يبس من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وأنه أنا مستمر حتى يسمح لهم بالعمل من مصر إحنا برضو مستمرين إلى أن نلتقي به في مصر إن شاء الله وبإذن الله نطلع من مدينة الإنتاج الإعلامي ونتكلم عن مصلحة بلدنا ونهضة بلدنا مع هؤلاء الأحرار الكثر اللي موجودين وسبتين على كلمة الحق لم يتحدث فقط بالظهور وإستمرار الظهور لكنه أيضا تحدث أنه سيظل مستمر في الكتابة ولن يتوقف عن الانتقاد الإيجابي والبناء ولن يتوقف عن ممارسة حقه في النقد الإيجابي والبناء حتى وإن كان من سينتقده هشام آسم هو رئيس الجمهورية نسمعه نشوف كويس؟ ليه لم أحسب على اللي بكتبه؟ يعني إيه حضرك بتستخدم لفظ أسيء يعني إيه أسيء لما أعمل اتهام للأمن بإنه اعتقل حد بدونه مبرر أو إن ألاقي بنت بتشتغل ومترجمة في كيان ما أو منظمة ما مسجلة في مصر وبتشتغل بشكل رسمي ولاقي إنها تحبست وأمها ما تسمعش عنها فاكتب هل دي إساءة للقيادات الأمنية؟ لا مش إساءة وللأبد حفظة لأكتب عن حاجات زي دي القيادة السياسية أنا من حق انتقد رئيس الجمهورية فين الشتيمة اللي أنا وجهتها أو الإساءة زي ما حضرك بتقول مفيش يعني وجهني بالنص لا أنا لو وجهتك بالنصوص أنا أخاف لأنا ونت تاني نرجع نتحاسب والتحاكم يعني أنا أنا بشوف الفيس بالنسبة لي يعني برضو منشورات جريئة جدا يعني وفيها نوع من يعني من الآخر مفيش حد مفيش حد معارض كتب بنفس بقوة المنشورات دي ولا بالنظرة العالية دي أجلك وبالتالي كون انه هم برضو ما يخدوش إجراءات حتى على المستوى الظغرية شكليا يعني ففي النهاية بيظهر انه هم على قدر كبير من التسامح لو أنت في النهاية لا 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 عالش ده لي كان يقال قدر كبير من التسامح لحد ما تلفقت لي قضية لانا تلفقت لي قضية مش جابوا حاجة أنا كتبتها وتحسبت عليها قويس ربزين معارضين خبطوا في بعض ده معارض وهذا المعارض وده معارض ذات حبس ستة شهر والتاني ما تحققش لحد دلوقتي في بلاغي الموزيع حب انه هو او الزميل اللي بيعمل اللقاء حب انه هو يقوله ايه يعني هو حب يعدلها قالك ايه اصل الراجل بقول كلام مهم جدا وكلام خطير جدا وبقوله طالما انا بانتقد بادب وبانتقد بلغة بناءة للبلد فمن حق انتقد اي حد في النظام حتى وان كان رئيسه الجمهورية فقال له بس ايه يعني النظام تعامل معاك بتسامح تسامح ايه فين التسامح ده وهو هشام قاسم عنده عزة نفسه كمان ما كان قبري انه هو يدفع البتاع ده هي الكفالة لكن هو الراجل بقولك لا انا مش هدفعش انا اصلا مش مدين وانت ما تجيش تقولي يتعامل معاك بالتسامح هتسامح معايا ليه وانا قلت غلطان والرجل عايز يقوله ايه اصلا وانت لو رجعنا وجبنا التصريحات ربما نتحاسب عليها عايز اقولك احنا بنعرض اللقاء دلوقتي اه ما عافش اسم الصعف يعني اللي بيعمل اللقاء عايز اقوله احنا بنعمل اللقاء دلوقتي خلاص الفيديو تحذف يعني انت حاولت حتى انك تقوله اهو بشكل مهزب جدا احنا بنجري حوار وبتسمع الراجل والضيف بيقول كلام على مسئوليته الا ان الحوار كله تحذف ولكن الحمد لله بفضل الله هم دلوقتي بيساعدونا في تسويق هذا الحوار الحوار ان هم يقولوا حذفوا تماما فاحنا بكرا على شاشة الشرق موجود الحوار من خمسة لستة كاملا بدون اي حذف هتشوفوه وتسمعوا الحوار كامل ماذا قال هشام اسم في هذا الحوار على مدار ما يقرب من ساعة تقريبا خلونا نشوف هشام اسم اتكلم عن نقطة مهمة جدا وصف فيها بكل ثبات وبكل قوة بكل وضوح وبكل صراحة ان ما حدث معه همجية وان مص ليست دولة مؤسسات وطالع يرفع علي قضية بتلاتة مليون جنيه اخترت بيها يوم تساعتاشر قبل الافراج عني بيوم في مكتب المأمور المحضر جالي هناك والجلسة بتاعتي امتى؟ يوم واحد وعشرين تاني يوم خروجي من السجن طب يا اخي الدوني أسبوع أبلغ المحامي ونبقى جاهزين ايه ده؟ فلا من ناحية كده ومش بس فقط ما حدث معي همجية كويس؟ وبعدين اذا كنت أساقت الرئيس الجمهورية احاسب عليها في المحاكمة علانية انما لم يحدث وبعدين برده اقول لحضرتك حاجة انا من ايام مبارك كانوا يقولي الدرويش بقى بتوع مبارك طب ليه؟ ما عندك فتح سرور؟ ما عندك احمد نظيف؟ حركة يعني كنت بقولهم ان نظام في مصر رئيس الجمهورية هو اللعب الاساسي فيه محناش دولة مؤسسات والباعي المؤسسات اللي هي مفروض بتشارك في صمع القرار عند الجد لا هي حاجة سورية فانتقادها يعني هي على طريقة هي نلعب سياسة انما لو انت جد في الاصلاح وجه الانتقاد لمن ترى ان في ايده القرار فقط انما انا لا عندي مشاكل شخصية مع حد ولا مع رئيس الجمهورية انما لما يصدر منه من حقي مثلا لما رئيس الجمهورية يطلع يقول خلي صنفه واحد على الاكل ان انا اقول له لا الناس دلوقتي في كتير منها ما بقاش قادر على صنفه واحد موسيقى